مرحبا أعزائي المشاهدين من طنجة إلى الكويرة وفي كافة أرجاء العالم هذه الحلقة سوف نخصصها لتطور العلاقات الصينية المغربية وكيف نجح المغرب في تكوين علاقات قوية مع الصين في عدة مجالات حيوية مع الحفاظ على شركته الاستراتيجية مع أمريكا عبر سياسته البراجماتية والمتمثلة في سياسة رابح رابح وهذا ظهر جليا بعد أن وافقت الحكومة المغربية على الالتزام بدعم الشركات الصينية الكبرى التي ستستقر وتستثمر داخل الأراضي المغربية وتنشط هذه الشركات أساسا في صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والزراعة والمنسوجات وعدة قطعات أخرى حيث تظهر الأرقام والمعطيات أن الصين باتت حليفا جديدا للمغرب وسط مخاوف من أن يؤثر التقارب مع الصين على توتر العلاقات بين الريباط والقوى الغربية الأخرى كما أن الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة بين بيكين والريباط أثرت بشكل جيد على العلاقات الدبلوماسية والتي تشهد كل يوم مكاسب جديدة للبلدين ووقعت الريباط وبكين خطة التنفيذ المشترك لمشاريع اقتصادية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في بلدان عداء في أفريقيا ومن بينها المغرب وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن حجم الاستثمارات الصينية المرتقبة في المغرب وكيف يمكن للمغرب التوفيق بين الصين والدول الغربية دون أن يواجه أي عقوبات أو خطوات يمكن أن تضر بمصالح المغرب القومية وهل يسقط المغرب في فخ الديون الصينية خاصة وأن المغرب في حاجة إلى المال لتحقيق مشاريعه العملاقة داخل المملكة كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين إلى أن هذه النسبة هي نسبة المشاهدين غير المشتركين في القناة لهذا الشهر فاشترك الآن لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عمل هذه القناة لأنك لما تقوم بالضغط على زر الاشتراك فإنك تقول اليوتيوب أن هذا المحتوى يعجبني فيقوم اليوتيوب بدوره بإظهار محتوانا لكل العالم وللعالم فإن كل حلقاتنا السابقة بجودة 4K ومترجمة للغات الرئيسية مثل الإنجليزية والفرنسية وإسبانية وعدة لغات أخرى وبالتالي أرجو أن لا تنسوا مشاركة حلقاتنا مع الأجانب وتعرفهم بمحتوانا ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بانضمام المغرب في سنة 2017 إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شيجي بينك في سنة 2013 والتي يعتبرها خبراء الاقتصاد أكبر مشروعا في تاريخ البشرية من حيث التكلفة وحجم الدول التي يشملها وتقضي ببناء حزام بر يربط الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا إضافة إلى طريق بحرية للوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي يعني تقريبا يشمل ثلاث قرات ولعلمكم فالصين دولة محورية في اقتصاد أي دولة في العالم وهي أكبر قوة تجارية في العالم وهذا أدى إلى زيادة الاستثمارات الصينية المباشرة في المغرب ففي آخر خمسة سنوات وصلت إلى ثلاثمائة وثمانين مليون دولار بالإضافة لارتفاع المبادلات التجارية بنسبة خمسين بالمئة أي أنها زادت بمقدار النصف لتبلغ ستة مليار دولار العام الماضي بعد أن كانت أربع فصل خمسة مليار دولار في العام الذي سابقه وتوتدت العلاقات الصينية المغربية منذ بدء إطلاق بكين لمبادرة الحزام والطريق مشيرا إلى أن المغرب كان متوقعا أن يكون منصة استراتيجية للمبادرات الصينية في شمال إفريقيا والهدف الرئيسي من قيام هذا التعاون هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين وإعطاء الأولوية لبناء الموانئ والسكاك الحديدية والمطارات وهذا التعاون جعل المغرب من أهم الدول الأفريقية في احتضان استثمارات بكين في القارة السمراء بحسب دراسات لمصلحة الشركات الصينية في أفريقيا منذ عام 2016 ومن أهم هذه المشاريع نذكر لكم مشروع تانجا تيك والذي خصصنا له حلقة سابقة يمكنكم متابعتها ستجدون رابط الحلقة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو ويوفر مشروع مدينة محمد السادس تانجا تيك نحو 100 ألف فرصة عمل وهو رقم ضخم وتكلفته تقدر بعشرة مليار دولار وهو أكبر استثمار لبكين في المغرب حيث وقعت بكين في عام 2019 على مذكرة تفاهم لإنجاز وتطوير هذا المشروع الضخم بين مؤسسة تهيئة تانجا تيك سات والمقاولة الصينية وفروعها وهذا يعكس تطور العلاقات الصينية المغربية فلعلمكم تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين منذ سنة 1958 وهي إلى الآن قائمة وتعتبر الصين من الحلفاء الموثوقين للرباط ولكن هذا التقارب الذي أصبح جليا بشكل واضح في السنوات الأخيرة هل يمكن أن يؤثر على علاقات الرباط بواشنطن خاصة وأن التقارب الصيني المغلبي تفاعل المشهد السياسي في وقت تواجه الصين ضغوطات غربية بسبب سجلها في حقوق الإنسان الأسود والقرصنة ما يجعل الرباط في مرمى المخاوف من أن يكون لتقاربها مع بكين تكلفة سياسية في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكانت واشنطن في عهد ترامب اعترفت في العام الماضي بسيادة الرباط على الصحراء المغربية المتنازع عليها مع جبهة الأوليزاريو المدعومة من الجزائر في إطار اتفاق ثلاثي يعيد بموجبه المغرب تطبيع علاقته بإسرائيل ولكن حسب رأي الشخصي فالمغرب يحافظ على علاقات استراتيجية مع الدولة الأمريكية ودائما يضعها في مرتبة تفاضلية مقارنة مع الدول الأخرى نظرا لحجم أمريكا الاقتصادي والعسكري ودعمها الدبلوماسي لوحدة الأراضي المغربية خاصة وأن المغرب كان أول دولة تعتلف بأمريكا وكانت دائما تساند وتدعم أمريكا في قضاياها المحورية وبالتالي ما يتم تنقله في وسائل الأعلام هو مجرد فزاعة للإضرار بصورة المملكة لا غير لأن هذه المقالات التي تتخوف من تقارب الصيني المغربي لا تعرف ما يقوم به المغرب فهو بلغة الاقتصاديين يسمى بتنويع العلاقات الخارجية السياسية والاقتصادية بناء على مبدأ الربح المشترك وهذا يتوائم مع سياسة المملكة المغربية المتمثلة أساسا في سياسة رابح رابح وحتى إن كانت الصين تثير استياء الغرب بعدما كثفت نشاطاتها في أفريقيا بحثا عن الموارد توازيا مع تركيزها على البنية التحتية فهذا أمر طبيعي لكل الدول وهو حق المشروع ما لم يتم إساءة استعماله وتعد الصين أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية حيث تجاوزت التجارة المباشرة أكثر من 200 مليار دولار في عام 2019 وفقا لأرقام الصينية الرسمية وتأتي كل هذه النجاحات الاقتصادية وتغلغل الطنين الصيني السريع في القارة الصمراء في وقت تتهم بكين باستغلال صفتها كجهة دائنة لانتزاع امتيازات دبلوماسية وتجارية وسط مخاوف من أنها تدفع الكثير من الدول الأفريقية إلى تحمل مستويات لا يمكن السيطرة عليها من الديون فبحسب إحصائيات البنك الدولي للدين العالمي فإن ديون الصين لدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ألغت بنهاية سنة 2020 ما يعادل 170 مليار دولار نحو 75 مليار منها منحت لدول أفريقيا في جنوب الصحراء ما يجعل الصين أحد أكثر الدول الدائنة في العالم بأسرة هذه الديون التي يمر قسم كبير منها بشكل سري أي لا يكون عبر الحكومة الصينية ونظيراتها المستدينة تثقل كهلة الدول الأفريقية تمهيدا للاستحواذ على مقدراتها والهيمنة عليها سياسية حيث أن 40 دولة من بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي اقترضت من الصين يمثل القرض فيها 10% من ناتجها الداخل ويمثل الدين الصيني بالنسبة لكل من جيبوتي وزامبيا تقريبا 20% من ناتجها الداخل في المقابل تميل الصين إلى الإقراض بنسبة فائدة عالية قد تبلغ أربعة أضعاف أسعار فائدة قرض البنك الدول أو دولة مثل ألمانيا كما تشترط الصين لسداد مدة أقصاها 10 سنوات والتي تعد قصير مقارنة مع القروض الأخرى التي تسمح بمدة سداد 28 سنة ولكن الصين لا تشترط أي شروط تتعلق بسياسة الدول أو كيفية إدارتها لملف حقوق الإنسان مثل الدول الغربية بالإضافة لأنها تقدم القروض في حيز زمني قصير مقارنة بالدول الغربية والبنك الدولي مثلا وهذا ما شجع عدة دول من بينها المغرب على الاقتراض من الصين وللأمانة فنسبة الديون المغربية للصين لا تذكر تقريبا خاصة وأن نسبة الفائدة فيها مرتفعة والمغرب حينما يستدي دائما يبحث عن أقل نسبة فائدة حتى لا يثقل كاهله بدفع تلك الأموال لاحقا خاصة أننا نرى عدة دول مجاورة للمغرب نقوم بالاقتراض من أجل تسديد فوائد قروضا سابقة ما جعلها تسقط في فخ الديون ولكن المغرب يعي هذا جيدا وما زال إلى الآن في وضعية آمنة نسبية ويواصل المغرب محاولات تنويع موارده من الأسلحة العسكرية والعتاد الحربي بعد أن كانت صفقات الجيش المغربي منحصرة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنس ليتعامل في الآوينة الأخيرة مع كل من تركيا وإسرائيل والصين أيضا حيث أفادت مواقع ومصادر عسكرية منها موقع تكتيكال ريبورت المتخصص في المعلومات الاستخباراتية حول الشرق الأوسط بأن الجيش المغربي عقد أخيرا مفاوضات ومباحثات لحيازة نظام جديد يتعلق بصواريخ وقنابل دقيقة التوجيه تحمل رؤوسا حربية تقطع كيلومترات عد قبل أن تصل إلى الأهداف العسكرية المنشود ووفق المصادر ذاتها سبق القوات المغربية أن تسلمت في نوفمبر 22 من سنة 2021 الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي الصيني بعيدة المدى FD-2000B بعد أن كان المغرب قد تقدم بطلب التوريد سنة 2017 وأوضح الموقع أن هذا النظام العسكري الصيني الذي يصل مداه إلى 250 كيلومتر تم تركيبه في قاعدة سيدي يحيا الغرب القريبة من العاصمة الرباط وتبعا للمصدر عينه طلب المغرب أنظمة الدفاع الجوي الصيني متوسطة المدى Sky Dragon 50 التي تم الحصول عليها عام 2017 كما يتفاوض مع الصين لشراء طائرات من دون طيار من طراز Wing Long اثنين عوضة Wing Long النسخة الأولى أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجابكم اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميسة على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط كان معكم حمدي القروي برنامجكم عرب شو